نذهب مع حضرتكم إلى السريلانكا والتي يحدث فيها مجموعة من الأحداث سواء على المستوى السياسي أو الأمني حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس البرلمان السريلانكي قوله إن رئيس البلاد وافق على التنحي في الثالث عشر من يوليو الجاري من جهة أخرى أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن محتجين اقتحموا منزل رئيس الوزراء السريلانكي في العاصمة كولومبو وأضرموا فيه النيران احتجاجا على أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في التاريخ الحديث ما زلنا في الشأن السريلانكي حيث أعلنت مصادر في المستشفى الوطني بسريلانكا ارتفاع حصيلة المصابين جراء الاحتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد إلى خمسة وخمسين شخصا من بينهم ثلاثة أصيبوا بطلقات نارية ونقلت قناة CNN الأمريكية عن هذه المصادر قولها إن من بين المصابين نائبا برلمانيا من شرق سريلانكا